سلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اهلا بكم معي في فيديو جديد مين وين? فيديو نهاردة ان شاء الله هنستكمل طبعا اللي هي سلسلة حلقات الطوائي. آآ واتفقت معكم طبعا وان شاء الله ربنا يجعلني كده دايما اقف بالوعد مع كل الناس يا رب. اتفقت معكم ان انا اشرح كل المقاسات شرحت معاكم تلاتة لسه بقيلنا حبة يعني. آآ النهاردة ان شاء الله نشرح منهم كمان مقاس يعني شرحت معاكم مقاس من سن يوم لتلات شهور بغرزة البلوك اللي هي الطاقية دي صغيرة. شرحت معاكم طاقية كانت من سن تلات شهور لست شهور. آآ شرحنا الطاقية بتاعت غرزة الباف اهي جميلة قد ايه حلوة جدا. كانت من سن ست شهور الى اتناشر شهر اللي هي لغاية السنة. النهاردة بازن الله هنشرح مع بعض السن اللي هو من اتناشر شهر حتى تلات سنوات. يعني من سن سنة لتلات سنوات. طيب في ناس هيقولولي يعني ايه من سنة سنة لتلات سنوات? يعني اللي عنده سنة هيلبس نفس الطاقية بتاعت اللي عنده تلات سنوات? ايوة. فبتفرقش الحكاية غير صمت واحد بس. الطفل في السن دوت من سن السنة لغاية لغاية تلات سنوات بتبقى حجم دماغه بنفس الحجم ما بتزيدش كتير يعني ما بتكونش محتاجة انك تديها زيادة كتير. آآ عندك دلوقتي عندنا طبعا احنا عارفين الحاجات اللي انا هقولها دلوقتي اكيد. اللي راجع معي التلات طوائق اللي فاتوا هيفهم يعني ايه الكلام اللي انا بقوله ده. محيط الدقرة طبعا هوضح. محيط الدقرة اللي هو طبعا الدوران اللي بيكون حوالين رأس الشخص او الطفل اللي بتعمليه طيب. بتقسيها منين? بتقسيها من اخر مكان من وراء. اقل مكان من وراء اسفل يعني في التحت كده. المكان اللي تحت في خلفية الرأس. اول مكان في خلفية الرأس. وتطلع يتلفي بالمتر بتاعك لغاية اعلى مكان لفوق الجبين. يعني المكان اللي فوق الحواجب. القورة. عندنا في مصر بيسموه القورة. بتلفي بقى الدوران بتاع المتر بتاعك كله على المكان دوت. وتحطي المتر العدد اللي هيطلع لك على الصفر. وتشوفي هطلع لك قبل ايه. طبعا انا قلت لكم ان دوت موجود في الفيديو الخاص بمقاسات الطوائي. هتلاقوا جدول بتاع كل المقاسات لكل الاعمار. واحنا طبعا بنشرحهم وهو واحدة واحدة مع بعض عشان اللي مش بيفهم حاجة طبعا من فيديو المقاسات. اهو موجود قدامنا كده عاملين. محيط الرأس ليه للطفل من سن اتناشر ليه تلات سنوات? بيبدأ من تمانية واربعين سنتي الى خمسين سنتي. طيب. آآ سن اتناشر شهر اللي هو السنة هتبدأ التمانية واربعين سنتي. ده ريدي خلاص مفيش فيه اختلاق. عندك سن آآ اللي هو طبعا سنة. سن السنتين هتبدأ بتسعة واربعين سنتي. سن التلات سنين هتبدأ بخمسين سنتي. انتفقنا? يبقى احنا عارفنا دلوقتي. الفرق بين المقاسات سنتي ما بين كل سنة والتانية. خلاص? يبقى سن اتناشر شهر اللي هو السنة هتبدأ التمانية واربعين سنتي. سن سنتين هتبدأ بتسعة واربعين سنتي اللي هو ما بين طبعا الرقمين التلات سنين هتبدأ بخمسين سنتي. خلاص? طول الطاقية عشرين سنتي للتلات عمار. يعني للسنة وللاتنين وللتلاتة. عشان كده بقولك حجم الرأس ما بيختلفش كتير. بيختلف بس الحكاية سنتي واحد بالنسبة طبعا للدوران. لكن في الطول واحد. قطر الدائرة. ايه هو قطر الدائرة? قطر الدائرة دوت اللي هو حجم قرص بتاع الدائرة. اللي بيقول لي اوقف التزايد بتاعي امتى? يعني انا عمالة اعمل القرص بتاعي الطائية ومش عارف اوقف امتى? ايه المقاس بتاعي? هوقفلوا للتزايد ده امتى? لما اوصل للمقاس الخاص بكتر الدائرة. طيب في الجدول موجود بيقولك من خمستاشر لستاشر. يعني طبعا سن سنة هتعملي خمستاشر سنتي. سن سنتين بردك هتبقى خمستاشر سنتي. سن تلات سنين هتبقى ستاشر سنتي. او خلي مسلا سن سلاتين خمستاشر ونص سنتي. تمام بابيني البنين بردك. طب ازاي طلع كتر الدائرة? لو انا مش مش معايا جدول. هجيب دوران الرأس بتاعة الشخص اللي قدامي. اطرح منها تلاتة ناقص تلاتة. والعدد اللي اطلع لي هضرب اه هقسمه سوري على تلاتة واربعتاشر من بي. هديك الرقم ده. اللي هو خمستاشر او ستاشر. تعالوا بقى نبدأ نقول بسم الله الرحمن الرحيم. الطائية بتاعتي هي طائية على شكل الطايجر. وطبعا هي النهاردة اولادي. آآ يعني نقدر نقول ان طائية البلوك دي يعني تمشي ولادي ولادي وبناتي بس هي اكتر بتهيقلي ان هي اولادي شوي. آآ لكن طائية دي بناتي خالص خالص يعني مفيش فيها جدال. طائية البف اعتقد برضك ان هي بناتي قوي. يعني انا حساها بناتي. آآ بصوا لو عايزين تعملوها ولادي هتبقى ان هي بتاعتي مش هتبقى ايه بغرزة الحشو زي ما احنا عاملينها كده. هتبقى بالغرزة اللي هي الغرزة اللي هي بتبقى عاملة زي الاستيك. اللي احنا بنبدأ بيها الطوائق او اللي هي غرزة آآ عمود امامي وعمود خلفي وكده. البلسين. النهاردة هشتغل بالالوان اللي هشتغل بيها ليه غرزة الطايجر هشتغل بالخيوت القطن هشتغل باللون الاورنج اللي هو البرتقالي واللون الاسود. آآ واللون الابيض طبعا ليه آآ بق الطايجر بتاعي. وانا ابدأ واحدة واحدة طبعا. هستخدم في الطائية بتاعتي غرزتين. هستخدم غرزة الحشو وغرزة العمود بلفة. يعني بعمل سطر بغرزة العمود وسطر بغرزة الحشو. وهنشوف دلوقتي انا ليه بقول غرزة الحشو وغرزة العمود? علشان انا عايز الترتيب بتاع سطور بتاعي. الالوان تدخل او تتدخل في بعضها. بشكل ايه? حلو جميل. هستخدم خيوت القطن زي متفاقا هستخدم معها عبر رقم تلاتة مليمتر. وطبعا انتم استخدموا الصوف لان انا ما لقيتش عندي صوف بصراحة اورنج. آآ اكيد هجيبه وهشتغلكم بنفس الالوان دي. فحاجات تانية. بس النهاردة مليتش الورنج وما حبيتش طبعا ايه? ان انا ما اشتغلش شكل الطائية لاني حباها جدا. فكرتها بصراحة عجباني او. انا طبعا ببدأ الطائية بتاعتي بدائرة سحرية بسم الله الرحمن الرحيم. بسيب مسافة من الخيط بلف الخيط على ايدي بالشكل ده. وعمل حرف الاكس. اهو. بدخل بالابرة بتاعتي تحت الحلقة الاولى. اسحب الحلقة التانية بالشكل ده اهو. وخرج الخيط من على اداية. بس وانا بخرج الخيط من على اداية اتأكد ان طرفين الخيط داخلين ايه داخل الدائرة السحرية بتاعتي. هدخل. همسك الخيط المنتصل بالبكرة. وهقفل بسلسلة. السلسلة دي انا قفلت بها الدائرة السحرية. ولازم نحافظ على طرف الخيط القصير ده. هرتفع كمان. واحد. اتنين. بيبقى كده العدد معي كام? تلات سلاسل. اتي ليه دايقة كده? ايه كي ايه? خلاص الحمد الله. اتعملت. طيب. تلات سلاسل. تلات سلاسل دول عبارة عن ايه? عبارة عن سلسلة قفلت بها وسلسلة اتنين اللي بعديهم يبقوا تلاتة ارتفاع غرزة العمود بلفة. هروح بعد كده اشتغل داخل الدائرة السحرية بتاعتي اتناشر عمود بلفة. طيب عشان اشتغل عمود بلفة باشتغله ازاي? بيكون معي حلقة. بلفة الخيط على الابرة بيبقوا حلقتين. هدخل من تحت الدائرة السحرية. الفة الخيط واخرج. بقى معي تلات حلقت. هلفة الخيط واخرج من حلقتين. اتبقى معيكي حلقتين. هلفة الخيط واخرج من حلقتين. بالشكل كده? بالشكل ده انا عملت عمود. هكمل تاني عمود معي حلقة. بلفة بيبقوا حلقتين على الابرة. هزبط بس ايه? زوم. بعد ما معي حلقتين هدخل بقى الفراغ اللي هشتغل فيه تحت الدائرة السحرية بتاعتي. الف الخيط واخرج. معيكي تلت حلقات تلف الخيط وتخرج من حلقتين. وبعد كده بقى حلقتين تلف الخيط وتخرج من حلقتين. بكمل بصوا طرف الخيط القصير لما بشده بيقفل لي ايه? بيضيق لي الدائرة السحرية زي ما احنا شايفي. انا كده اشتغلت اتنين مش بعتبر طبعا سلاسل ارتفاع معي من العدد. مش هعتبرني من العدد. كده تلاتة اربعة خمسة ستة سبعة تمانية تسعة عشرة حداشر اتناشر بصوا في الاتناشر بقى هرجع تاني بس باقي بس ايضا انتر الدائرة شوية في العمود رقم اتناشر هغير اللون لاني هشتغل السطر اللي جاي بغرزة الحشو بلون تاني بلون الاصمر الاسود يعني. معايا حلقة بلف بيبقوا حلقتين هدخل بقى في الدائرة السحرية بتاعتي قليف الخيط وخرج داني من تحت. معايا تلات حلقات. لو انا بكمل العموده على عادي بتاعي بلف الخيط وخرج من حلقتين. وارجع. لو هكمل بنفس اللون قليف الخيط وخرج من حلقتين. لكن انا مش هكمل بنفس اللون. يبقى هجيب اللون الجديد هسيب الحلقتين بتوعي الاخرانين على الابرة بشد بقى طرف الخيط القصير ده بصوا. بقفل مركز الدايرة خالص. شفتوا? وانا بحب دائرة السحرية دايما في الطوائل لان هي بتقفلي بصوا المكان بتاع سنتر الدايرة بشكل جميل جدا. هجيب بقى الخيط الاسود. ما تعقدش الله يرضى عليك. رجعت لكم تاني. واسفى طبعا ان انا فصلت بس الخيط عمالي وقعد مني. باجيب بقى الخيط الجديد. بلف بالشكل ده حلقة. اتمنى بس ايه? ان اللون الاسود يكون واضح بس والله غزبا عني هو لونه طقيل لازم يكون كده. هلف الخيط واعمله وقعد البداية. هسحب الحلقة باللون الاسود من الحلقتين بقى اللي موجودين عندي باللون هجيب بقى طرفين الخيط اللي انا مش هشتغل بيهو. فضهر حرف البي. بصوا في تالت سلسلة ارتفاع هدخل واقفل بغرزة ايه منزل. بالشكل ده. هخلي طبعا الخيط اللي مش هشتغل بيها في الخلف هنا. الخيط الورنج اللي باشتغل بيه التاني هسيبه ورا. مش ما يتنوش يشدلي الدوق الراوند كله ويديق لي الشغل بتاعي. مش عايزها كده. عايزها تبقى مظبوطة وحلوة. طيب هشتغل السطر التاني بغرزة الحشو. يبقى ارتفاع سلسلة. ارتفاع غرزة الحشو. وعندي شايفين حرف ال V لكل غرزة. اهو. او رقم السبعة. بدخل فوق كل غرزة. واشتغل مرتين بغرزة الحشو. يعني بقى عملت زايد على السطر التاني كله. كده واحد وتاني في نفس الفراغ. هلف الخيط واخرج معايا حلقتين. بلف الخيط اخرج منهم. يبقى كأن انا اشتغلت على اول غرزة تزايد. بكمل. بصو. الغرزة التانية بيكون معايا حلقة. بدخل في حرف ال V شايفين الفراغ اللي تحت الغرزة ده هو ده اللي انا بشتغل فيه. بيكون حرف ال V عندي على الابرة الكامل. وخلي معايا زي ما تفعلنا كمان طرفين الخيط اللي مش هشتغل به. اهو عشان اخفيهم معايا خلص. الف الخيط بقى بخرج معايا على الابرة كام حلقة حلقتين. بلفة خيط وبحرج من الحلقتين. في نفس المكان تاني بشتغل كمان مرة. ليه بعمل تزايد على كل الغرز يعني بشتغل فوق كل غرزة مرتين. كده اتنيني. بقى انا اشتغلت فوق غرزتين. اللي بعديها. واحد. تاني في نفس المكان. اتنين. اللي بعديها. واحد. تاني. اتنين. اللي بعديها. واحد. اتنين. انا كده معايا كم غرزة اشتغلت عليهم واحد اتنين تلاتة اربعة خمسة. دي رقم ستة. واحد. اتنين سبعة. واحد. اتنين. ثمانية. واحد. اتنين. تسعة. واحد. اتنين. عشرة. واحد. اتنين. اتناشر. ناخد بالنا كواس جدا بقى من رقم اتناشر. هشتغل واحد. اهو كاملة. ورقم اتنين هدخل والف الخيط واخرق. مش هاخرق بقى مش هلف الخيط واخرق باللون الاسود. لا. هلف الخيط. واخرق. هسيب الاسود من وراء هو. وهسحب البرتقاني تاني. هسحب البرتقاني من الحلقتين اللي بقيين عندي على ابقى. الشكل ده. اهو. واروح اقفل فين? هروح اقفل فوق اول غرزة حشو. انا اشتغلتها اهي? شايفين? هي دي. فحرف الفي بتاعها بغرزة منزل. بالشكل ده انا نهيت ايه? تاني روح. طيب. بورع وقلم كده بسرعة. نشوف عملنا ايه? بدأت باتناشر غرزة. غرزة عمور. صح? آآ العدد اللي هو انا ببدأ بيه. العدد اللي ببدأ بيه هو هو نفس العدد اللي بيزيد معايا في كل السطور. بالنسبة طبعا لقعدة التزايد في الدائرة. طيب التاني سطر. السطر التاني. كده رقم واحد. اتنين. آآ اعملت تزايد على كل الغرز بقى معايا اربعة وعشرين. يعني اللي زادت معايا كان اتناشر وزاوتنا اتناشر يبعايا وعشرين. السطر التالت طبعا ده تزايد على كل الغرز اللي هو رقم اتنين. رقم تلاتة تزايد على رقم اتنين. الغرزة رقم اتنين. السطر التالت بتزايد على الغرزة رقم اتنين. اتفقنا? طيب السطر الرابع. التزايد بيكون على الغرزة رقم تلاتة. يعني السطر التالت كان التزايد بتاعي في الغرزة رقم اتنين. بشوف بقى انا السطر اللي انا وقفى فيه التزايد بتاعي فين? وبعمل في السطر اللي بعده في الغرزة اللي بعدها. يعني انا ختمت في رقم تلاتة في الغرزة رقم اتنين في رقم اربعة هيكون في رقم تلاتة. طيب احد يقول لي بقى السطر الخامس هيكون في الغرزة رقم كم? رقم اربعة. اللي هي بعد تلاتة. السطر السادس هيكون في الغرزة رقم كم التزايد? هيكون في الغرزة رقم خمسة. السابع في الغرزة رقم ستة. وهكزا. كل سطر بتزاوديه بتتزادي في الغرزة اللي بعد اللي انت كنت بتعملي فيها تزايد في السطر اللي قبل. خلاص? يبقى احنا كده خلاص. بس قبس ايه? الشاشة بتاعتي. كده خلاص احنا خلصنا السطر التاني. طيب السطر التالت بيكون عبارة عن ايه? بيكون عمرة عبارة عن عمود بلفة. يبقى احنا بنشتغل سطر بغرزة العمود سطر بغرزة الحشو. يبقى هرتفع كام? واحد اتنين تلاتة. ما باعتبرش خلاص غرز الارتفاع معايا من العدد. انا اول غرزة عندي اهي. شايفيني الحلقة بتاعتها هي. هلف الخيط وهدخل اول غرزة ما بشغلش فوقيها. ما بشغلش فوقيها ايه? ما بشغلش فوقيها تزايد. يبقى هدخل واشغل فوقيها عمود بلفة واحد بس. كده واحد. الغرزة اللي بعدها اللي هي رقم اتنين بشغل فوقيها مرة تين. ليه? التزايد بتاعي في تاني غرزة في السطر. يعني انا مدار بتاعي كله اول غرزة بدون تزايد تاني غرزة بشتغل فوقيها مرتين. كده واحد. وتاني في نفس الفراغ انتين. وهكرر. اول غرزة بدون تزايد يعني بشغل فوقيها مرة. واللي بعدها كام? مرتين. مرتين. اهي واحد. والسطر بتاعي كله. غرزة بدون تزايد بشغل فوقيها مرة واللي بعدها مرتين يعني بشغل فيها عمودين. شايفين? هي حتى الترتيب ها بينك. اول واحدة عمود وتاني واحدة اتنين. اول واحدة عمود وتاني واحدة تنين. وهكذا بقى لغاية ما اخلص بتاعي كله بنفس الطريقة وارجع لها. اعتلكم تاني وانا خلاص في نهاية عايزة بس اقول لكم معلومة مهمة. آآ لما بتكوني تعملي التزايد في الدائرة لازم اخر غرزة في السطر يكون فيها عدد زوجي من الغرز. يعني يكون فيها غرزتين مش غرزة واحدة. لو لقيت نفسك وانت بتشغلي اخر غرزة فيها غرزة واحدة يبقى العدد بتاعك اللي انت بتشغليه غلط. طيب انا اشتغلت اللي قابليها غرزة واحدة. دي اخر غرزة عندي هنا بشتغل بقيها مرة تاني. كده عمود. والعمود التاني بشتغله لغاية نصه في الحلقتين الاخرانين بغير اللون بتاعي. بلف الخيط. باتخل الغرزة بتاعتي الف الخيط واقرب. معي تلات حلقات. هلف يتوفق من حلقتين وبحلقتين التانيين طبعا بسيب اللون الاورنج وراء. واسحب اللون الاسود من فوق. هسحبهم من الحلقتين المواجدين عندي ايه? باللون الاورنج. هيجي بقى عندي تالت سلسلة الاستفاعة هنا. وادخل. واقفل بغرزة منزل. بالشكل ده اهو. كده السطر بتاعي خلص. طيب ده السطر ده كان رقم كام? كان رقم تلاتة. ليه? اول واحد كان بالاتناشر عمود. تاني واحد كان فيه تزايد. بصوا التزايد بتاعي القعدة سابتة. سوى اشتغلت بغرزة العمود او بغرزة الحشو. كل اللي انا بعمله بس ان انا بشغل التاني يعني سطر بغرزة عمود صبت سطر التاني بحشو. عمود حشو عمود حشو. لكن تغيير اللون سابت وشوفنا ازاي بنعمله في اخر حلقتين من اخر كل غرزة. آآ بالنسبة طبعا للتزايد بتاعي بنفس الاعداد هي هي يعني ولا غرزة العمود هتغيرها ولا غرزة الحشو هتغيرها. طيب انا كده واقفة فوق اول غرزة اهو هرتفع سلسلة وفي نفس المكان هشتغل غرزة حشو. طيب احنا قلنا سطر رقم اربع بيكون طريقة التزايد فين? انا سطر رقم تلاتة كنت اخر غرزة بتزايد فيها. لأ ده نفوق السلاسل مش هشتغل هنا. اول غرزة عندي اهي. انا بس مش وغضة بالي احنا ما نحسبش السلاسل من العدد دي. بقى اول غرزة فين? دي? وتاني غرزة اللي فيها تزايد هي. طيب السطر اللي فات كان التزايد بتاعي في الغرزة رقم كام? اتنين. ازا السطر اللي فوقي بيكون في الغرزة اللي بعدها يعني رقم تلاتة. بسيب الغرزة اللي فيهم تزايد وبروح لرقم تلاتة. يعني بصوا. انا تحت كنت بشتغل غرزة بدون تزايد. والغرزة التانية فيها غرزتين. السطر ده هسيب. هشتغل اول غرزة بدون تزايد وتاني غرزة بدون تزايد. تالت غرزة بقى في رقم تلاتة هي هي اللي هشتغل فوقيها مرتين. يعني اخر غرزة من التزايد اللي تحت. يلا بقى. دي اول واحدة اهي. بشغل فوقيها حشو واحدة. ورقم اتنين كمان بشغل فوقيها حشو واحدة. رقم تلاتة بقى هشغل فوقيها مرتين. واحد اتنين. طيب حد يقول للسطر اللي جاي هيكون التزايد في رقم كام? في رقم كام? في رقم اربعة. ليه? لاني بفوت اول واحدة بدون تزايد وتاني واحدة بدون تزايد وتلات واحدة بدون تزايد. واخر واحدة بتكون عندي في التزايد تحت هي اللي بشغل فيها مرتين. خلاص. وهكزا بقى على مسافة بتاعي كله. اول غرزة بدون تزايد. تاني غرزة بدون تزايد. تالت غرزة هي اللي بشغل فيها مرتين. وهتلاقي تالت غرزة دي فين? هتلاقيها اخر واحدة في التزايد اللي تحت. يبقى هشغل فيها مرتين. واحد. اتنى. والسطر بتاعي كله كده. بشتغل غرزتين بدون تزايد. والتالتة بشتغل فيها مرتين. هكامل وارجعها. انا في اخر غرزة في السطر دوت. واخر حلقتين معايا هنا. هسيب خلاص اللون الاسود. وهسحب الحلقة. باللون حلقتين دول باللون الايه? الورانج. وهروح طبعا فوق اول غرزة عندي. اعمل غرزة ممزلقة. وارتفاع واحد اتنين تلاتة. وطبعا دي اول غرزة عندي اهي نعمات في اممزلقة هشتغل فيها كمان عمود لاني انا ببعتبرش السلاسل بارتفاع معايا من العمود. طيب. التزايد بتاعي في السطرة ده هيكون ازاي? التزايد في السطرة اللي تحتي كان فين? انا كنت بشتغل. اول غرزة بدون تزايد. تاني غرزة بدون تزايد. تالت غرزة فيها التزايد. طيب يعني السطر دوت اول غرزة بدون تزايد. تاني غرزة بدون تزايد. عمود واحد. تالت غرزة برضك عمود واحد. رابع غرزة اللي هي تاني واحدة في التزايد اللي تحت هي? هتبقى فيها تزايد. يعني فيها اتنين عمود. رقم اربعة. واحد اتنين. يعني بعمل ايه? ما نحسبش خالص سلاسل الارتفاع يا جماعة. عشان ما تطلق بطوش. دي مجرد بس ارتفاع. بقى اشتغل في اول غرزة عمود. وتاني غرزة عمود. وتالت غرزة عمود. رابع غرزة هي اللي فيها التزايد في السطر دوت. يعني السطر دوت اللي هو رقم كام واحد اتنين تلات اربعة. الرقم خمسة. التزايد بتاعي في الغرزة رقم اربعة. السطر الخامس تزايد بتاعي في غرزة رقم اربعة. يعني بشغل. واحد بدون تزايد. عمود واحد بس. اتنين بدون تزايد. كمان تلاتة بدون تزايد. رقم اربعة بقى هي اللي بشغل فيها مردي. كده واحد. تاني في نفس الفراغ. اتنين. وبكمل بتاعي كله بنفس الطريقة. وهارجع لكم. تلكم تاني بالشكل ده خلصت راوند بتاعي. عايزة اربعة ازا كنت هوقف تزايد ولا لأ. احنا عشان نوقف تزايد لازم نوصل لقطر الدائرة. اتفقنا قطر الدائرة كام? خمستاشر لستاشر سنتي. يعني لازم الدائرة بتاعتي دي تكون من خمستاشر لستاشر سنتي. بصوا. هنقيس نجيب الصفر في البداية. انا كده وصلت كام? عشرة سنتي. لسه فضلي كمان خمسة سنتي. يعني لسه هشتغل كمان شوية. هشتغل حوالي بصوا. يعني بصوا السطر سطر العمود وسطر الحشو مع بعض بالتنين. اتنين سنتي. بتنين مع بعض. يعني اتنين واتنين من هنا اربعة سنتي. يعني انا هشتغل كمان مرة وهشوف. يعني مرة حشو مرة عمود وهنشوف. طيب. احنا دلوقتي في اخر حلقتين من السطر باسحبهم باللون الايه المختلف. باجيب باجيب بس الخيط بتاعي اللي هو ايه? المختلف ده وهنا في تالت سلسلة ارتفاع. بقفل بغرزة ايه منزلق. بالشكل ده وبعد كده بسيب بقى الورانجوار. طيب. تحت كان اخر غرزة بنشغل فيها تزايد فين? لنبعدي اول واحدة بدون تزايد. تاني واحدة بدون تزايد. تلات واحدة بدون تزايد. رقم اربعة هي اللي كنا بنعمل فيها التزايد. يبقى السطر اللي جاي ده هيكون في رقم خمسة. اللي هي ايه? اخر واحدة في التزايد اللي تحت. معنا كده ان باجغل فوق اول غرزة غرزة واحدة. وتاني غرزة باجغل فوقيها مرة واحدة. وتالت غرزة باجغل فوقيها مرة واحدة. وكمان رابع غرزة بقى المرة دي بشغل في ايها مرة واحدة. خامس غرزة هي الاخيرة في التزايد بتاعي لتحت زي ما احنا شايفين. بشغل في ايها كام مرة? مرتين. واحد تاني في نفس الفراغ اتنين. يعني هنا بشغل اربع غرز بدون تزايد وفي الخمسة بشغل مرتين. اربعة بدون تزايد وفي خمسة بشغل مرتين. وهكزا طبعا حتى نهاية بتاعي. ارجعت لكم تاني بكده اكون خلصت السطر لتحت وكمان عمقفلت بغرزة ممزالفة وغيرت اللون وارتفعت تلت سلاسل. السطر دوت عايزين نشوف التزايد بتاعنا فين? السطر اللي فات كان التزايد بتاع في الغرزة رقم خمسة. ازن السطر ده على طول تلقائي من غير تفكير التزايد بتاع في الغرزة رقم ستة. ولو انت هتحب يتكبر المقاس عن كده السطر اللي بعده هيكون في رقم سبعة والرقم اللي بعده هيكون في تمانية واللي بعده هيكون في تسعة واللي بعده هيكون في عشرة وهكزا تبضلي ايه ترتفعي وتزودي جا غرزة عن السطر اللي انت ايه كنت بتعمليه فيه تزي. طيب دي اول واحدة اهي هدخل واشتغل قوقع عمود واحد بس. ورقم اتنين عمود واحد بس. رقم تلاتة عمود واحد بس. رقم اربعة برضك عمود واحد بس. كمان رقم خمسة. عمود واحد بس. رقم ستة وهي اخر واحدة في التزايد بتاعي اللي تحت اهيه هي اللي فيها اتنين عمود. واحد. وفي نفس الفراغ تاني هشتغل كمان عمود. تاني في نفس الفراغ اتنين. وعلى مسافة الراوند بتاعي كله. خمس غرز بدون تزايد ورقم ستة بشتغل فوقيها ومرتين. هكمل الراوند دا وارجعلكم ونشوف المقاس بتاعنا هنوقف لغاية كده التزايد ولا هنكمل تاني. رجعت لكم تاني بالشكل ده خلصت الراوند بتاعي وغيرت اللون كمان لللون الاسود عشان نشتغل بغرزة الحشو في السطرة ده. عاوز اعرف هوقف التزايد بتاعي ولا لا. انا طبعا هختار اصغر مقاس لاننا مش عايز اطول عليكم الطاقية لكن انتم ايه اه احبين تعملوا على الخمستاشر براحيتكم ستاشر زي ما انتم عاوزين. اه يعني احنا قلنا من الخمستاشر للستاشر قطر الدقيقة توقفي عنده ايه التزايد بتاعي. بس عايز اقول لكم على حال. انا كده المقاس بتاعي وصل للخمستاشر سنتي خلاص. لو زودت سطر كمان السطر كمان هيكون زيادة كام? بصوا. ان هنا اتنين ومن هنا اتنين هيكون زيادة اربعة سنتي. يعني مش هينفع تزويدي خلاص. تفعنا بالنسبة طبعا للطاقية دي مش هينفع تزودي. الا ازا كنت هتزودي في حالة واحدة بس. هتزودي في سطر الحشو. ليه? لان انت عايزة سنتي واحد بس. غرزة الحشو هي الارتفاع بتاعها. او المقاس بتاعها بيكون نص سنتي. فازن نص سنتي من الناحية دي ونص سنتي من الناحية دي يعني السطر اللي جاي بس هو اللي هيكون عندك فيه تزايد لو عاوزة توصلي لستاشر سنتي. التزايد بتاعي هيكون فين? انا السطر اللي فات كانت تزايد بتاعي في الغرزة رقم ستة. يبقى لو انت هتتزايد السطر الجاي هيكون تزايد بتاعك في الغرزة رقم سبعة. وطبعا اللي عايز مقاس اكبر هيكون اللي بعده في تمانية واللي بعده في تسعة وهكزا زي ما قلت لكم قبل كده. لكن انا خلاص هوقف التزايد لان انا مش محتاجة تزايد اكتر من كده. لكن بالنسبة للسطر اللي بعد يعني اللي احنا فيه دوت انتي هتتزايديه لو عايزة توصالي للستاشر. لكن بعد كده مفيش تزايد. فنوقف التزايد بتاعنا لغاية كده. يعني انا هوقف تزايد لغاية السطر بتاع العمود بلفة ده. لكن اللي عايز ستاشر سنتي السطر اللي جاي اللي بالحشو دوت هتعمل فيه تزايد برده. هتلاقي المقاس معيكي بالزبط وسل ستاشر سنتي. خلاص? بس انا بصراحة افضل ان انا هوقف التزايد بتاعي المقاس ده. ليه? لان احنا لو هتشتغل بقطن اشتغل السطر اللي جاي كمان تزايد. لكن انا عارفة ان انتم بتشغله بصوف. اللي هيشغل بصوف ما يزودش السطر اللي جاي. ليه? لان الصوف دايما بنحب نشتغل فيه باتنين سنتي اقل. علشان الصوف بيمط. مش عايزين الطائرة يكون مترهلة على بناء الطفل طبعا. يبقى اللي هيشتغلها بصوف يا جماعة يوقف التزايد زي ما انا هوقف دلوقتي. اللي هيشتغل بالقطن يزود السطر اللي جاي بتاع الحشو. يعني التزايد كمان في السطر بتاع الحشو اللي جاي. مش سطر العمود. سطر الحشو. ديني بكررها عشان بحاش يتلعب. طيب. انا كده خلاص هوقف التزايد بتاعي. طب هشتغل بقى القعدة اللي جاي ازاي قعدة بسيطة وسهلة جدا. سواء السطر بغرزة الحشو او سطر غرزة العمود في كل السطور اللي جاية كلها. سواء بالحشو او بالعمود. هنشتغل فوق كل غرزة غرزة واحدة بس. مش عامل تزايد في اي غرزة من الغرزة. طيب انا دلوقتي خلاص اهو ارتفعت. هبتفع بقى سلسلة. واروح اشتغل فوق كل عمود غرزة واحدة بس. وطبعا السطر ده بالحشو يبقى كل عمود فوق ايه غرزة حشو. طيب السطر اللي جاي هقفل بغرزة من الغرزة فوق. اول غرزة حشو. عفهم. وهارتفع تلات سلاسل. واشتغل فوق كل عمود غرزة عمود واحدة بس. ما ننساش حاجة. انا بارتفع التلات سلاسل وباشتغل تاني في نفس الفراغة اهو شايفين? عشان محدش يقولي العدد. انا ارتفعت واعتبرت ايه السلاسل من العدد? لا ما باعتبرش السلاسل من العدد. بقفل فيها بس وبارتفع بيها بس. خلاص? لكن العدد بتاع بيبدأ من اول غرزة لاخر غرزة. اتفقنا? هارتفع انا بقى لغاية ايه? انا بشغل فوق كل غرزة غرزة زيها. ما بزودش. لغاية ما وصل لكام سنتي? بصوا. الطول بتاع الطاقية اتفقنا كام? عشرين سنتي. انا ارتفعت منه قديد دلوقتي. اسمت الشغل بتاع اتنين. اهو. وبقيس من عند مركز الدايرة فوق. لغاية طبع ما وصل لعشرين سنتي. انا طبعا لسه في سبع سنتي. انا كده ارتفعت سبع سنتي. ازا لسه فاضلي كتير. اهو. لسه فاضلي. تلتاشر سنتي. هارتفع منهم تمان عشرة. وهسيب اخر تلت سطور نعملهم بلون واحد بس. يعني مش هتني ايه? اعمل سطر وسطر سطر. هخلي اخر تلت سطور نشغلهم بغرزة الحشو بلون واحد بس. يا الورنج يا الاسود. يعني زي ما انتو حابين بقى. يعني بتبضل تشتغل لغاية ما توصلي. لسبعتاشر سنتي. لغاية مقال سبعتاشر سنتي. وبعد كده بنعمل اخر تلت سطور او اخر اربع سطور بغرزة الحشو بس. اختاري بقى اللون اللي انت عايز تاني بيه. يبقى انا هكمل بنفس الطريقة دي. ساطر بغرزة الحشو وساطر بغرزة العمود. وما فيش تزايد خلاص. يعني غرزة على كل غرزة في كل سطور اللي بتقابلني. لغاية ما وصل المقاس بتاعي يبقى سبعتاشر سنتي بتر. هكمل لغاية ما وصل لسبعتاشر سنتي وارجع لك. رجعت لكم داني وبالشكل ده وصلت بالطقية بتاعتي ليه سبعتاشر سنتي زي ما احنا شايفين. واحنا محتاجين لطول الطقية عشرين سنتي. محتاجين عشان نوصل الطول الطبيعي او المناسب للطقية بتاعتنا حسب بقاسات الجدول لعشرين سنتي. ازن فاضلي تلاتة تلاتة سنتي. طيب تلاتة سنتي دول انا كنت بفكر بصراحة. آآ زي ما قلت لكم في بداية الفيديو ان انا هشغلهم بغرزة الحشوة ستة يعني حوالي ست سطور كده من غرزة الحشو. يكون هما دول التلاتة سنتي اللي بقيين عندي. آآ لكن حساتها هتكون شبه الطقية اللي احنا كنا شغلينها طبعا بصوا. اللي احنا كنا شغلينها بغرزة البف. فمش حبه قرار الافكار. لكن انتو طبعا لو عجبكم الشكل طبعا النهائي لطقية غرزة البف ان انت تشغلي زيها بالزبط. ست سطور في النهاية بغرزة الحشو بس ما فيش مشكلة. ده طبعا يرجع لكم. وطبعا اللي عايز يراجع الجزئية الاخيرة من غرزة البف او يتفرج على غرزة البف آآ طقية البف كلها اتمنى طبعا ان هي تعجبكم. آآ يصريني اكيد. آآ هنكملها زي ما انتفقت معكم. انا دلوقتي حاسة ان هي لو انا كملت بغرزة الحشو هتديني شكله مختلف شوية ليه? لان انا هزود عليها بق النمر بتاعنا الطيجر بتاعنا والانين والودان. فحاسها هتكون احسن لو انا اشتغلتها ايه آآ بنفس الشكل كده ومنه بدون ما دخل اي غرز تاني علي. انتو قدامكم آآ حلين. او او تشغلوا اخر المقاس اللي جاي اللي هو التلاتة سنتي اللي بقيين بست سطور بغرزة الحشو. او تشغلوها يعني تشيلوا كمان سنتي من دي. تبقى ستتاشر سنتي. ولا اربعة سنتي اللي بقيين هتشغلوها بغرزة البليسي. وانا كنت شرحت معكم غرزة البليسي قبل كده في فيديو خاص بيها. يعني ممكن ترجوها بكل سهولة على القناة. آآ يبقى اما زي ما انا اتفقت معكم. نشتغل بغرزة الحشو الجزء الاخير. آآ اللي هي طبعا هتكون مسافة ست سطور. او تشغليها بنفس شكلها الطبيعي. غرزة سطر حشو سطر عمود سطر حشو سطر عمود. لغاية ما نوصل للنهاية. او تشغليها بتلات او اربع سطور بغرزة البليسي. نهاية الطاقية تقدر يتحدديها زي ما انت حابة. كل الغرز اللي انا باتكلم عليها شرحتها على القناة كل واحدة فيهم في فيديو خاص بيها يعني ما فيهاش اي مشكلة. لكن انا حاليا هكمل التلات تلاتة سنتي اللي بقين ليا دلوقتي بنفس الشكل. ليه? لان انا حسيت ان انا لو كملت بغرزة البليسي او لو كملت بغرزة الحشو هيكون الشكل معي مختلف. والمفروض ان هي ايه آآ الطاقية على شكل الانيمالز على شكل الحيوانات. فمش مش هنديها ايه? يعني انا هديها هنا دلوقتي وهديها عيون وودان. فمش محتاجة ان انا ايه? اشتغل فيها جزء ايه? بغرزة البليسي او بغرزة الحشو. فانا كمان هكمل سطر باللون الاسود اللي هو طبعا بغرزة الحشو. وسطر كمان عمود بلفة. وسطر غرزة حشو وسطر عمود بلفة. وهرجع لكم نكمل الوش مع بعض. رجعت لكم دينيوا بالشكل دوت الطاقية بتاعتي باقت مقاس الى عشرين سنتي زي ما انتفقنا مع بعض. ودي المقاسات بتاعتي اهي عشان خلاص انا مش محتاجة منها حاجة لو تحبوا تصوروها ايه? وتخلوها عندكم. ده طبعا المقاس اللي هو من سن اتناشر شهل اه اللي هو سنة لسن تلات سنوات. خلاص مش محتاجين بقى ورقة المقاسات تاني. انا شغلت ودني من الودنين بتوع بتوعي بتاعي سوري. اهو. وهشغل واحدة منها دي بقتي قدامكم. الخيوط طبعا الزيادة دي بابرة التنظيف احنا بندخلها داخل الشغل بتاعنا. واحنا طبعا بنخيط. بحط واحدة هنا واحدة هنا والودنين بيكونوا زي بعض. يعني هتشغلوا الودنين بنفس الطريقة. باجي بالخيط بتاعي بسيب مسافة منه. بلف الخيط دائرة سحرية. بعمل حرف الاكس على ايدي بلف ايدي الناحية التانية. بالابرة بتاعتي بادخل تحت الحلقة الاولى واكون فوق الحلقة التانية اصحابها كده من الناحية التانية. اخرج الخيط من على ادية. اتأكد ان طرفين الخيط ده الداخلين داخل دائرة السحرية بتاعتي. هرفع الخط المتصل بالبكرة. وهقفل بسلسلة. ايا كانت الغرزة اللي هترتفعيها لازم تقفلي بسلسلة. والسلسلة دي بيكون من عدد ارتفاع الغرز اللي انت هتشتغليه. طيب انا هشتغل بغرزة العمود بلفة. طيب ارتفاع السلاسل بتاع بيكون تلاتة ازا هشتغل على دي كمان. اتنين كده واحد اتنين. يبقى معاي في البداية تلات حلقات او تلات سلاسل. هما ارتفاع غرزة العمود الالف الخيط على الابرة. هت هدخل واشتغل اتناشر عمود بلفة. بيكون معاي حلقة بلف بيبقى اتنين. هدخل من داخل الدائرة السحرية. الف الخيط واخرج. بيبقى معيك تلات حلقات. بتلف الخيط وتخرج من اتنين. بيتبقى معاك اتنين بتلف الخيط وتخرج من اتنين. كده عمود. اتنين. تلاتة. اربعة. خمسة. لما تحس ان ادي لسحرية بتاعتي كواسة وعايزة دقيقة بتشد خيط الخيط القصير بالشكل ده. احنا كده عملنا كمان مش عدي طبعا سلاسل من الارتفاع واحد اتنين تلاتة اربعة خمسة. كده ستة. سبعة. تمانية. تسعة. عشرة. احداشر. اتناشر. كده عملت اتناشر عمود بلفة زي ما احنا شايفين. طرف الخيط القصير بشده خالص بقى بقفل المركز بتاعي الدائرة اللي في المنتصف. سنتر الدايرة بتاعي. بالشكل ده. مش هقفل بالمنزلق. انا محتاجها تكون مفتوحة بالشكل دوت بحيس ان انا ايه اخيطها على الجنب طبعا ايه بتاع الطائية بتاعتي. طيب هرتفع من نفس المكان اللي انا فيه واحد اتنين تلاتة لان طبعا لسه موصلش الدايرة بتاعتي دي او نص الدايرة بتاعتي دي. موصلتش للمأس اللي انا عاوزة. بلف الشغل بتاعي الناحية التانية وفوق كل غرزة عمود هشغل احنا هو شايفين الفراغ اللي تحت حرف الفي. اهو. فكل غرزة بتحتيها فوقيها فراغي. لان الغرزة اللي انا هشتغلها بيكون تحت فراغ هنا اشتغل فيه. هدخل واشتغل فوق كل غرزة اتنين عمود بلفة طبعا سلسل الارتفاع ما بعتبرهش. من العدد كده واحد. وفي نفس الفراغ تاني. اتنين. والغرزة اللي بعدها اهيه بدخل تحت حرف الفي. واحد. تاني في نفس الفراغ. اتنين. وهكزا بقى هكمل بقية الغرز بتاعتي فوق كل غرزة غرزتين. لغاية ما وصل لنهاية هرجع لكم. رجعت لكم تاني وانا خلاص في اخر غرزة اهيه هدخل. اشتغل. واحد عمود. التاني عمود هغير فيه اللون للون الاسود. فانا معي دلوقتي تلات حلقات هلف الخيط واخرج من حلقتين والحلقتين ايه اللي في الاخر. بجيب اللون الاسود. بسيب منه مسافة وبقفله كده. وبقفله كمان عقد البداية. هرتفع سلسلة. جيب معي طرف الخيط السود اللي مش هشتغل به في الخلف كده في خلف السلاسل. وهدخل طبعا دي اول غرزة عندي اهيه. بدخل باشتغل بقى فوق كل غرزة. غرزة واحدة كده واحد. واللي بعدها واحدة. واللي بعدها واحدة. بدخل في حرف الفي بصه الفراغ بتاع بتاع الغرزة اهو. بيكون عندي حرف الفي كامل على الابرة ومعي كمان الخيط الاسود على الابرة. هلف الخيط واخرج. ولف الخيط واخرج من الحلقتين. بكمل بتاعي كله بالشكل دوت. ان انا بدخل فوق كل غرزة. باشتغل غرزة حشو واحدة. لغاية طبعا ما بخلص السطر بتاعي زي ما احنا شايفين. رجعت لكم تاني بالشكل ده خلاص خلصت الراوند بتاعي. بسيب بس مسافة من الخيط. وبقص. وبسحب الخيط بالشكل ده. وبعد كده بنضافه ايه? تحت الغرز بتاعتي. زي ما احنا شايفين اهو. عفوا. انا باجي طبعا بحبز المكان اللي انا هركب فيه الودان بتاعتي. بنخيط بنفس لو انت بتعمليها بقطن زي هنخيط بنفس الخيط اللي ايه ايه احنا شغلنا بيه الطاقية بتاعتنا. لو انت بتعمليها بالصوف ممكن تخياطي بالصوف او ممكن تخياطي بايه? آآ بالخيط اللي هي العادية اللي بتاعت الخياطة. الخيط اللي هو القطن رفاية خالص. انا مش بسات بالدلوقتي. انا بس ايه? بزبط الاجزاء بتاعتي. لغاية ما اخلص كل اجزاء ايه الطاقية بتاعتي. طيب احنا كده اهو الودان تمام? فاضل لنا ايه? فاضل لنا العيون. طيب العيون بتكون لونها ايه? بتكون لونها اسوط مع لون الابيض. بجيب الخيط بتاعي. بلفه برضاك حلقة سحرية. اللون الاسود بيكون في البداية. ممكن بعد تعمله حاجة ايه ما تشتغله بغرزة الحشو في الاول او بغرزة النصف عمود او بغرزة العمود. انا شايفة ممكن نشتغل بايه? بغرزة نخليها نخليها بغرزة النصف عمود. عشان ما تكونش كبيرة قوي او نعني الحجم الطاقية مش كبير جدا. بس ازاي ما بقول لكم ممكن تغيروا في ارتفاعات الغرز. احنا دلوقتي هنشتغل بغرزة النصف عمود. اللي ارتفاع مش هنعتبره معنا. مش هناخده معنا في الاعتبار. اه انا كده ارتفعت سلسلة قفلت بيها وسلسلة التانية بقيت التكملة بتاعت اللي ارتفاع بغرزة النصف عمود. علشان تشغلي غرزة نصف عمود بيكون معاكي على الابرة حلقة بتلف الخيط بيبقوا حلقتين. هتدخل يتاخل الدائرة السحرية من تحت كده تلف الخيط وتخرب دي. بيبقى معاكي على الابرة تلات حلقات. هلف الخيط واخرب من التلات حلقات مع بعض. بقى كده نصف عمود. واحد. كده اتنين. رقم تلاتة اللي جاي نقرر تاني بيكون معاكي حلقة بتلف الخيط بيبقوا حلقتين. هتدخلي داخل الدائرة السحرية تلف الخيط وتخرجي من تحت. بقى معاكي تلات حلقات بتلف الخيط وتخرجي منهم كلهم مرة واحدة. كده تلاتة اهو. اربعة خمسة ستة سبعة تمانية تسعة كده عشرة. فرقم عشرة هغير ايه? اللون بتاعي. هجيبه للون الابيض. هجيب اللون الابيض بسيب مسافة منه وبقفله حلقة بالشكل ده. هدخل فيه واقفله كمان وعدت بديو. هسحب الحلقة اللي بالابيض من التلات حلقات اللي معي باللون الاسود. خلص بقى انا هقفل ايه? دايرة بتاعتي خالص. بقفل السنتر بتاعها بالشكل ده. باجي باجيب كل بقايا الخيوط في الخلف معي. هروح عند السلسلتين اللي ارتفع. في تاني سلسلة هدخل. وهخلي معي طرفين الخيط على الابرة. وهقفل بغرزة منزلك. هرتفع بعد الوقت ممكن ترتفعوا نرتفع العمود بلفة. واحد اتنين تلاتة سلسلة. وهروح عند اول غرزة عندي. اهي. هدخل فيها. وهحط كمان اطراف الخيوط اللي مش باشتغل بها معي. ولف الخيط واخرج من تحتها. معي تلات حلقات هلف الخيط واخرج من حلقتين هلف الخيط واخرج من حلقتين. تاني في نفس الفراغ هدخل واشتغل كمان غرزة عمود بلفة. كده اتنين. وفوق كل غرزة نصف عمود هشتغل اتنين عمود بلفة لغاية ما خلص او الدايرة بتاعت كلها. هكمل وهرجع لكم. رجعت لكم تاني وبالشكل ده انا عملت عين وكمان عملت العين التانية عشان نكون خلصنا العينين مع بعض اهو. بالشكل ده خلاص بعد ما خلصت السطر بتاعي. في تالة سلسلة ارتفاع بدخل. وبقفل بغرزة منزل. بسيب مسافة من الخيط وبقص الخيط بتاعي. بسيب مسافة من الخيط. بسيب مسافة من الخيط. بسيب مسافة من الخيط. بيكون بالشكل ده اهو. احنا ازا كده عملنا ايه? عملنا الودان. والعيون طبعا بتاعت التايجر. كده فضلنا البقء والشنب بتاعه. البقء بتاعنا بيكون باللون الابيض. والشنب هو اللي باللون الاسود. البقء عبارة عن شكل بيضاوي. احنا طبعا عارفين قاعدة الشغل في الشكل البيضاوي. وطريقة التزايد فيها. وبردك عملتوا معاكم في فيديو خاص بي. بسيب مسافة من الخيط. بقى لف الخيط حلقة بالشكل دوت. هشتغل طبعا سلاسل. هدخل في الحلقة بتاعتي. بقى لف الخيط واخرج منها. بشد الخيط بقى في العقدة البداية. هشتغل عشر سلاسل بسم الله عشان تشتغل سلسلة بيكون معيكي حلقة بتلف الخيط بتخرجي من الحلقة دي. بيبقى معيكي سلسلة كده واحد. اتنين. تلاتة. اربعة. خمسة. ستة. سبعة. تمانية. تسعة. عشر. هشغل. بصوا انا العشرة بتوعي هيكونوا متقسمين كالتالي. عندي الزاوية على يمين. يعني كده غرزة. وعندي زاوية على الشمال. وعندي تمن حلقات او تمن سلاسل في المنتصر. الزاوية اللي على يمين والزاوية اللي على الشمال بنشغلهم زي بعض. يعني انا هشغل في الزاوية الاولى اللي هي طبعا السلسلة الاولى دلوقتي هشغل فيها كام? هشغل فيها خمسة عمود بلفة. هرتفع ارتفاع العمود بلفة واعتبر الارتفاع المراضي من العدد كده واحد اتنين تلاتة. وفي نفس الفراغ يعني بسيب واحد اتنين تلاتة. وفي السلسلة رقم اربعة بدخل. واشغل كمان اربعة عمود بلفة كده واحد. تاني في نفس الفراغ. اتنين. تاني في نفس الفراغ اللي هي الحق السلسلة الاولى. تلاتة. تاني اربعة. ازن انا كده معي كام غرزة في السلسلة الاولى معي خمس غرز. هروح للسلسلة رقم اتنين وهشغل فيها غرزة واحدة. الشكل ده اهو. واحد. وفي الغرزة اللي بعدها واحدة يبقى كده رقم اتنين. واللي جاي رقم تلاتة غرزة واحدة. واللي جاي رقم اربعة غرزة واحدة. رقم خمسة غرزة واحدة. رقم ستة غرزة واحدة. رقم سبعة غرزة واحدة. رقم تمانية. كمان غرزة واحدة. الغرزة اللي جاي هي رقم تسعة وهي الزاوية التانية. هشغل في الزاوية التانية كام? هشغل خمسة غرزة عمود بلف. كده واحد. تاني في نفس الفراغ. اتنين. تلاتة. اربعة. خمسة. ازا انا في كل زاوية اشتغلت كام? اشتغلت خمسة عمود بلف. وفي الاعمدة العادية في السلاسل التمانية اللي في المنتصف باشتغل واحدة بس فوق كل واحدة. هرجع تاني هشتغل فوق كل غرزة غرزة. بخلي معي طرف الخيط الاولاني ده عشان اخفيه. كده واحد. بقول ل بعدها اهي. كل فراغ بيقصاده غرزة بالزبط. اتنين. اهي رقم تلاتة. يعني قصاد كل عمود من دول بشتغل قصاده مع عمود من الناحية التاني. اربعة خمسة ستة سبعة ثمانية. بعد ما بخلص التمانية طبعا في تالت سلسلة ارتفاعة هدخل واقفل بغرزة منزج. طيب انا كده عملت الجزئة الاولانية هل يا طرق انا هكتفي بالحجم ده من البق? لا لأ لأ انا محتاجة لسه تاني ازود. ازا هارتفع. القاعدة بتاعتي في السطر اللي جايها تكون ايه? بصوا الزاوية. واضحة وبينة جدا. التمانية عمود بلفة دول بشتغل فوقيهم تمانية عمود بلفة زيهم بالزبط في كل السطور اللي بزادها في قاعدة ايه? الشكل البيضوي. سواء التمانية دول اللي على اليمين او التمانية اللي على الشمال. بشتغل فوق كل غرزة غرزة واحدة. لكن ايه اللي بعمل فوقي تزايد اللي هم الخمس غرز اللي في الزوايا. الخمسة دول. والخمسة العش ميل. بشتغل في الزوايا التزايد بس. يعني تزايد بتاعي في الشكل البيضاوي كله من اول سطر الاخر سطر بيكون فقط في المكان اللي فيه الزوايا. اللي هي الخمس غرز دول. والخمس غرز دول. طيب. انا دلوقتي هرتفع من فوق اول تلات سلاسل اللي هم يعتبر اول عمود عندي. قعدة التزايد بالنسبة للشكل البيضاوي. ان في اول آآ في تاني سطر من السطر بتاعي اول تزايد بعمله. بيكون فوق الزوايا بس. فوق كل غرزة بشتغل مرتين. يعني انا دلوقتي هرتفع واحد اتنين تلاتة وهعتبر نفس اشتغلت اول عمود. تاني هدخل في نفس الفراغ بتاع التلات سلاسل واشتغل كمان عمود بلفة. ليه? لان انا محتاجة اشتغل فوق الخمسة عمود بلفة دول. فكل واحد فيهم مرتين. يعني هخليهم عشر عمود بلفة. يبقى كده اتنين. فوق اول فراغ اهو قدامي بين. هروح للعمود رقم اتنين. واشتغل فوقي اتنين عمود. كده واحد. تاني في نفس الفراغ. اتنين اللي بعده تالاتة اهو. واحد تاني في نفس الفراغ. اتنين. رقم اربعة من الزاوية. واحد. تاني في نفس الفراغ. اتنين. رقم خمسة وهو الاخير عندي في الزاوية. واحد. تاني في نفس الفراغ. اتنين. هيقابلني ايه دلوقتي? هيقابلني التمانية عمود بلفة من تحتها. هشتغل فوق ايهم تمانية عمود بلفة. يعني فوق كل عمود من التمانية عمود واحد بس. كده واحد اتنين تلاتة اربعة خمسة ستة سبعة تمانية. طيب بعد التمانية هيقابلني ايه? هيقابلني الخمسة عمود اللي هما في الزاوية تحت زي ما عملت فيه الجهة اليعليمين هعمل في الجهة اللي على اليسار. الخمسة عمود بلفة دول هشتغل فوق كل واحد فيهم مرتين. هيصبح العدد معي عشرة عمود بلفة فوق الزاوية. وفوق كل عمود من التمانية اللي هما دول عمود بلفة واحد. هكمل بقى انا هشغل تزايد فوق الزاوية اللي هما الخمسة عمود بلفة دول هخليهم عشرة. وفوق التمانية دول هشتغل تمانية زيهم. لغاية ما اوصل معكم لنهاية الراوند وبعد كده هرجع لكم. هجعت لكم تاني. بصونا كده في نهاية الراوند. لسه حاسة ان البق محتاج نزوده كمان شوي. اعتقد يعني ان هو محتاج سطر كمان. عفوا. آآ اللي هيكتفي طبعا بحجم البق بالشكل دوت. خلاص ما فيش مشكلة. هتوقفي التزايد لغاية كده. هتحب تكبريه زي ما احنا هنكبره دلوقتي. طبعا انا بقفل بمنزلقة فيه اول عمود عندي. اللي هي طبعا تالت سلسلة ارتفاع. هتكبريه بقى هتشتغلي معنا ايه? السطر اللي جاي كمان. طيب. التزايد قعدة التزايد في السطر. رقم تلاتة. اللي هو تاني سطر فيه تزايد عندي في الشكل البيضوي بيكون ايه? زي ما اتفقنا مع بعض. انا بشتغل التزايد على الزواية بس. شايفين الجنب اللي على اليمين ده? مكان الزاوية. والجنب اللي على الشمال ده بس مكان الزاوية. اهو اللي بصوا انا حط ايدي كده. التمانية عمود دول والتمانية عمود اللي فوق دول عددهم سابت طول السطور بتاعتي مهما زادت عدد السطور بتاعتي. بشغل فوق كل عمود منهم عمود واحد بس. التزايد بتاعي بيكون فين? بيكون على الجزء الدائري ده. والجزء الدائري ده. اللي الزاوية بس. اللي هي طبعا كانت بدايتي خالص. الخمسة عمود بلفة لتحت والخمسة عمود بلفة لتحت. طيب. التزايد في السطر ده هيكون ازاي? اول غرزة بعمل فيها تزايد والتانية لأ. واحدة بعمل فيها تزايد وتانية لأ. واحدة بعمل فيها تزايد والتانية لأ. لغاية ما بيخلصوا الزاوية بتاعتي. بداية الزاوية بتاعتي اهي واضحة جدا اهي. التلت سلاسل ازا هرتفع واحد اتنين تلاتة وفي نفس الفراغ هشتغل كمان عمود بلفة طيب احنا قلنا التانية لأ. ازا التانية هشغل فوقيها عمود بلفة واحد بس. يبقى غرزة فيها تزايد والتانية لأ. طيب اللي جاية فيها تزايد يعني هشغل فوقيها مرتين كده واحد. تاني في نفس الفراغ. اتنين. واللي بعدها ما فيش تزايد يعني هشغل فوقيها مرة واحدة بس. واحد. لغاية ما بوصل طبعا لنهاية الزاوية بتاعتي اللي جاية فيها تزايد يعني واحد اتنين واحد. وتاني في نفس الفراغ. اتنين. اللي جاية واحدة بس. كده واحد. لسه طبعا عنها في الزاوية. بصوا اخر عمود عندي في الزاوية فين هون? شايفينه? اللي فيه التزايد تحت هون. يبقى اللي جاية فيها تزايد. واحد. تاني في نفس الفراغ. اتنين. واللي جاية بس واحدة. اهو. اللي جاي وهم اخر اتنين عندي اهو. ده فيه تزايد واحد. تاني اتنين. واللي بعدها بدون تزايد. بالشكل ده. اهو. شايفين? دي الزاوية بتاعتي. طيب هيقابلني ايه? هقابلني التمانية عمود بلفة. هشتغل فوق كل واحد فيهم عمود واحد بس. وفي بداية الزاوية التانية هي بداية هي شايفين? بداية هي والنهاية هي. بشتغل فوق العشرة عمود بلفة دول. بشتغل ايه? بشتغل فوقيهم. مرة تزايد ومرة لأ. مرة تزايد ومرة لأ. مرة تزايد ومرة لأ. مرة تزايد ومرة لأ. مرة رجعت لكم تاني زي ما احنا شايفين خلاص خلاص راوند تاعة واعتقد ان خلاص بق التايجر بتاعنا وصل الحجم المنسب. انتم طبعا لو حابين انتم هتكبروا الحجم اكبر من كده. هتشوفوا الفيديو الخاص بقعدة التزايد في الشكل البيضان. في تالت سلسلة ارتفاع بدخل وبقفل بغرزة منزلقة. بفروب بقى بسيب مسافة من الخيط كافية لتسبيت البق بتاعي. وبشد الخيط بتاعي بالشكل ده. بالشكل ده اهو شايفين? بيكون بق التايجر بتاعي بالطريقة دي. طيب احنا دلوقتي فاضل لنا ايه? فاضل لي بصي انا معي. ابرى وخيط. باجي. محتاجة اعمل ايه? من الخلف كده. هاجي من هنا. وهروح. عايز اعمل اللي هي الجزئية اللي بتكون آآ صمرة عنده. بتكون شكل المسلس كده. هاجي تانية هنا. وفي المكان ده هدخل وهرجع تانية هنا من فوق. وهروح جاي هنا العكس. انا طبعا بحاولة وسطا المكان. انتو طبعا تزبطوا المكان. انا بس عشان من وراء كاميرا ممكن اكون مش جايبا المكان بالزبط. هدخل هنا تاني. يعني بروضك كده بقدر الامكان. لكن انتو طبعا هتزبطوا اكتر مني بعيد عن الكاميرا وايه ومش آآ مش قدام التصوير. وطبعا باجي من تحت هنا قبل ما ظلل بقى الجزئية دي كلها. هاجي هنا. وبس هطلع بخط كده. بس مش اكتر من كده بقى وهاجي من هنا هنا. بس من البداية هنا. عايز ازلل المكان ده كله باللون الاسود. واروها جاية الناحية التانية. الناس اللي بتحب التطريز اكيد بالنسبة لها الموضوع ده هيكون سهل جدا وحال. ومن جهة الجهة. يا تاني اروح من ناحية لناحية. بس انت ليه بتكون شوية تتكعب لي كده. بالشكل ده اهو. وارجع تاني من هنا لهنا وهاجي تاني من هنا من هنا لهنا 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 كده. لغاية طبعا ما ازلل المكان بتاعي كله. بتاخر حتى كمان الخط بص الخط الاسود ده بتاخر شوية كده. واجي من تحته. واروح اتاخر بردك الناحية التانية. واجي من تحته للمكان اللي تحت منه. واروح عامل ايه? ازلل بالشكل ده. لغاية ما يتزلل معي المكان كله. بالطريقة دي. اهو. وطبعا لو حسيت ان هو محتاج ياخد معي من الجناب تاني هنلاو هزلله تاني. هفضل بقى ازلل المكان زي ما والدكم كده لغاية ما يخلص وارجع لكم. رجعت لكم تاني ودي الطاقية بتاعتي في شكلها النهية ودي المرحلة طبعا اللي كلنا بننتظرها من بداية الفيديو. ده شكلها اتمنى يا رب ان هو ينول اعجابكم. الطاقية بتاعتي شغلتها معكم من سن من عمر اتناشر شهر ليه تلت سنوات. اه حاب اقول معلومة كده او ملحوظة سهلة وبسيطة كده اتمنى يا رب ان هي تعجبكم. المقاس هنا انا شايف ان هو بصراحة مناسب جدا للتلات سنوات. لو حب ان انت تعملي اصغر منه ممكن تاخدي المقاسات الاصغر الفئات العمرية الاصغر. يعني انا لما بحب اعمل طاقية مسلا لعمري ست شهور باخد مقاسات التلات شهور. ولما بحب اعمل طاقية لسن السنة باخد مقاسات الست شهور. لان دايما معنا في شغل الكورشي الشغل معك بيمط. يا اما تقليلي تلاتة سنتي من كل حاجة بتعمليها. وده طبعا بتبقى صعبة شوية بالنسبة للناس اللي مش بتقدر تحدد المقاسات. آآ يا اما ان انت بتاخدي المقاس الفئة العمرية الاقل منه. يعني انت لو عندي طفل عنده سنة بتعمليه للاقل منه. وخدي الفئة العمرية اللي هي ست شهور. دي بصوا يعني هي معلومة انا بشغل بشغلها مع نفسي. بصراحة يعني بشتغل بها مع نفسي. اتمنى يا رب ان هي تكون مفيدة بالنسبة لكم. ما بحبش اخبي عليكم اي حاجة. لكن احنا شرحنا المقاس بتاعنا بشكل مزبوط. المقاسات الموجودة في الجدول طبعا جدول العالمي. مش انا اللي محددها على فكرة. لكن انا دايما بختار المقاسات اللي تكون مناسبة للجميع. يعني انا عارفة ان في مقاسات كتير فيه جدول كتير. لكن بحاول بقدر الامكان اجيب الجدول او المقاسات اللي تكون مناسبة لنا كلنا. يعني مش ليا الواحدة. آآ عارفنا امتى نوقف التزايد بتاعنا. بالنسبة طبعا للناس اللي بتشغل طوائي من فوق لتحت لكن لو بتشغلي من تحت الفوق. يعني من القاعدة ترتفع لغاية فوق. هتستخدمي كل اللي هتستخدميه في الطاقية الطول معاكي طبعا. وهتستخدمي اللي هو محيط الرأس. تاخدي محيط الرأس طبعا بتبدأي بي عادة سلاسل بداية. وتبدأي الطاقية بتاعتك وترتفعي بيها لغاية فوق. دي كانت الفكرة بتاعتي النهاردة. وزي ما قلت لكم الطاقية. الطريقة المقاسات وطريقة التوقيف التزايد والكلام ده كله تقدري تشتغلي في اي طاقية. او في اي غرزة. يعني مش شرط تكون نفس الغرزة اللي انا اشتغلت بيها او نفس الطاقية لانا اشتغلت بيها. لأ. طب ما احنا بنحدد المقاسات لكل غرز والكل الطواق. يعني تقدري تشتغلي بنفس الطريقة. تحديد المقاسات هي هي. آآ برضك المقاسات اللي هتوقفي عندها تزايد هي هي. كل اللي معاليكي بس انك هتغيري ايه? الغرزة وهتغيري الشكل بتاعي الطاقية. اتمنى فكرتي النهاردة تنقول اعجبكم لو اعجبكم الفيديو ما تنسوش تعملوا لي لايك وشير وسبسكرايب وكمان فعلوا زرار الجرس لان في ناس كتير بيقولولي اني مش بيوصل لكم كتير من الفيديوهات او مش كل الفيديوهات بيوصل لكم البعض لكن مش الكل لازم طبعا خاصية اليوتيوب الجديدة انك تدخلي على زرار الجرس واتفع علي كل الفيديوهات وتدوسي على فئة الكل مش على بعض الفيديوهات لانه هو خصصها خانة انك تختاري الفيديوهات المميزة بالنسبة لك على القناة والخانة التانية انك تختاري بعض الفيديوهات بس اللي تتفرج عليها والخانة التالتة طبعا اللي هي بتختاري كلمة الكل لكل الفيديوهات اللي بتنزل او كل المحتوى اللي بينزل عندي على القناة اتمنى كل الافكار تنقول اعجابكم استنوني في فيديو جديد منوي